أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشدكون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز والدین عزيز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سامعین محترم سورة القحف کے پانچ رکو ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں اب ہم اس سبق میں سورة القحف کا رکو نمبر چھے شروع کر رہے ہیں آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں یہاں سے سورة القحف کا رکو نمبر چھے شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدْغِبَ لَهُمْ مَثَلَلْ وَدْغِبَ لَهُمْ مَثَلَلْ وَدْغِبْ لَهُمْ مَاتَ رَابَازِ الرِّبْ لَمْزَبَرْلَا هَا مِمْ مِمْ پِشْهُمْ مِمْ زَبَرْمَا يحاں پر غنہ کریں گے مِمْ ساکن کو چھوڑ دیا جائے گا اور ہاں کو میم مشدد کے ساتھ ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے وَدْغِبْ لَهُمْ مَا سَعْلَلْ لَمْ لَمْ زَبَرْلَلْ مَا سَعْلَلْ حَيَاتِ الدُّنْيَا كَمَائِنْ كَمَائِنْ أَنْزَلْنَاهُ أَنْزَلْنَاهُ مِنَّ السَّمَاءِ مِنَّ السَّمَاءِ فَاخْتَلَقَ بِهِ فَاخْتَلَقَ بِهِ فَاخْتَلَقَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ نَبَاتُ الْنَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ فَأَصْبَحَ حَشِيمَا تَزْهُ حَشِيمَا تَزْهُ حَشِيمَا تَزْهُ غُرِّيَا حَشِيمَا تَزْهُ تَازَالْزَبَطَاتِ راواؤ پر شروع تزروح الریاح یہ تزروح الریاح هو ہے وقت تی حالت میں تزروح الریاح پڑھا جائے گا تزروح الریاح فأصبح هشیمن تزروح الریاح وکان الله وکان الله على كل على كل شيء مقتدرا 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 المال والبنون والبنون زینات 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 حیات الدنيا زینات زینات الحیات الدنيا زینات الحیات الدنيا والبنون والباقیات الصالحات والباقیات الصالحات خیر خیر وَخَيْرٌ أَمَلًا وَخَيْرٌ أَمَلًا وَيَوْمَ نُسَيِّ نُسَيِّ رَاقُ الْلَامِ كِسَاتھ مِلَيْنگِ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَتًا تَعَات تنمیم ہے وَعَوْمَ کے ساتھ ملا کر ادغام معالغنہ کیا جائے گا بَارِزَتًا وَحَشَرُنَاهُمْ بَارِزَتًا وَحَشَرُنَاهُمْ وَحَشَرُنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُ عَلَى رَبِّكَ صَفَّ وَعُرِضُ عَلَى رَبِّكَ صَفَّ صَفَّ قَدْ جِعْتُمُونَا قَدْ جِعْتُمُونَا قَعَمْ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ كما خلقناكم أولا مرة بل زعمتم أولا مرة بل يَهَفَ الْإِقْلَابُ هُغَا مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَمْ أَلَّنَّ جِعَالَ أَلَّنَّ جِعَالَ أَلَّنَّ جِعَالَ لَكُمْ مَوْعِدًا غنہ کریں کہ یہاں پر کعب کو میم مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو غنہ ہوگا لَكُمْ مَوْعِدًا وَوُدِعَ الْكِتَابُ وَوُدِعَ الْكِتَابُ فَطَرَ الْمُجْرِمِينَ فَطَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيْهِ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً صَغِيرَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً صَغِيرَةً صَغِيرَةً وَيَظْلِمُ مَا لِهَذَا الْكِتَابِرَةً صَغِيرَةً وَالَا يَظْلِمُ يظلم ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا سامعین محترم سورة القحف کے چھے رقوع یہاں پر مکمل ہو گئے ہیں یعنی یہ رقوع نمبر چھے یہاں پر پورا ہو گیا ہے مکمل ہو گیا ہے میں امید کرتا ہوں آپ اس کو غور سے سنے گے اور یاد بھی کرے گے اللہ رب العالمين ہم سب کو قرآن کریم کو سیکھنے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین آمین ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین ُsch الذین يؤمنون بالغیب ويقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُئْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون